هذا ورافق رئيس مجلس الأمة مرزوك الغانم رؤساء وعضاء الوفود الخليجية المشاركة في الاجتماع الحادي عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية في جولة تفقدية لمبنى مجلس الأمة واطلع الغانم الوفود الخليجية على المبنى الجديد للأعضاء وعمل التحديث والتطوير التي شهدتها المؤسسة التشريعية وكان الاجتماع الحادي عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية قد عقد تحت رعاية وحضور حضرت صاحب السمو أمير البلاد الشيء صباحي لحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه